عندي في اول جزئية طبعا مهمة هي جزئية المحادثات. انا شفت ست محادثات وست محادثات مراجعة. هما مهمين. اه طبعا المحادثات جزئية المحادثات مهمة بالنسبة لي. بيجي لي منها جمل في الاختياري. بيجي لي منها جزئية الصور على سؤال واجابة. او جزئية الصور اللي بيقول لي فيها او جزئية الصور اللي بيقول لي اكتب اربعة جمل. اربع جمل على الصورة. يبقى اذا ومراجعتي بالنسبة لي المحادثات مهمة. زيت طبعا ان ممكن يجيب لي منها جملة البنكتويشن كمان. يعني لازم اكون فاهم المحادثات وحافظها. مش حافظها زي ما بنقول حافظ المحادثة كلها. لا. ابقى فاهم كل سؤال باجابته. ابقى فاهم كل سؤال باجابته. وشكل الجملة بيتكتب ازاي. هروح للجزئية الاولى او المحادثة كانت عندنا في المنهج اللي هو الولد اللي كان بيدور على مامته. بقول what's wrong? what's wrong? ما المشكلة? ماذا بك? مالك? في ايه? I can't find my mom. I can't find my mom. هنا طبعا في هنا police officer او policeman. وعندي البيبي او الولد kid او child اللي بيعيد ده اللي بيدور على مامته. what's wrong? I can't find my mom. ما المشكلة? انا مش لا امامة. فبسأل سؤال مهم جدا في جزئية الاختياري اللي هي what does she look like? هي شكلها عامل ازاي? اوصف لمنطق ديت. what does she look like? ده سؤالة هوت بسأل بيه عن الصفات الشخصية. ان she is tall and thin. بقى لو جايب لي ده في الاسئلة what does she look like? هقول له she is tall and thin. ايه كمان? she is wearing a red dress. she is قلنا بعدها ing. ام و is و are يبقى ing. she is wearing a red dress. is that your mom? هل هذه هي مامتك? هي دية مامتك? yes there she is. او yes she is. yes there she is. ايه وهي اللي هناك دي. او yes she is. ايه وهي. شكرا. وطلع الولد جاري على مامته. مام. يبقى اذا لما يجب لي صورة بالمنظر ده هوت. ويقول لي true false. لازم ابقى فكر الموقف اللي عندي كويس. يقول لي there is a policeman. اه. the boy is sad. اه. the boy is crying. اه. he can't find the mom. اه. mom is wearing a red dress. اه. she is tall and the sin. اه. ده في true false. تب اكتب جمل. اولا اي كانت سي a policeman. اي كانت سي a boy. he is sad. he is crying. تمام? he can't find his mom. هو مش لايه مامته. دي كلها جمل اقدر اكتبها على الصورة اللي عندي. بروح بعد كده لي المحادسة التانية اللي هي كانت اه. at the supermarket. at the supermarket. في السوبر ماركت. من شكل الصورة طبعا بيبلي المكان. عشان لما يقول لي في true false. يقول لي زي ارهت hospital في المستشفى او school. لا انا الصورة اللي قدامي supermarket. طيب. excuse me. قلنا دي جملة وحطنا فلسطوب. can you help me? دي بداية جملة تانية جديدة. بما ان عندي فلسطوب في الاول يبقى كابتال تاني. can you help me? ممكن تساعديني. وقلنا كان بيجي لي بعدها الفعل في المصدر اللي هو help. can you help me? ممكن تساعديني. قلنا طبعا برد واقول sure. يعني ايه sure? بالتأكيد. اللي معناها yes. I can help you. ايوة طبعا اقدر اساعدك. where is the rice? عندي السؤال عن الاماكن بستخدم اداة الاستفهام where? اللي بيلعب داي بطل لعبة انا مش مش فاضل للعبة ده. انا مش فاضل للعبة ده. ايوة. ينفعه بس عشان كان بيحمل كتير هي دي صفحة كتير. انضيت بيجوان لسه هي في مذكرة المراجعة. يونت وان? بيجوان بيجوان في مذكرة المراجعة. الصفحة الاولى في مذكرة المراجعة لسه. تمام? عندي ايه? الصورة التانية بقول where is the rice? اين الارز? لما اسأل عن اسم مفرد بسأل ب where is? لو بسأل عن اسم جامعة هقول where are? لكن انا هنا بسأل عن كلمة رايس. وقلنا رايس مفرد. يعني كمية. يبقى بعملها معاملة المفرد. يبقى بقول where is the rice? فين الروز? قلنا it's in iel three. واتفقنا كلمة i اللي بيجيبها لكتير في الليسنينج عشان اكتبها. it's in iel three. يعني هي في ممر رقم ثلاثة. في ممر رقم ثلاثة. it's next two. عروف الجر اللي عندي. قلنا next two. two عايزة next. it's next to the bread. بجانب او بجوار الخبز. طب قولي لي. how about the chips? يعني where are the chips? how about the chips? يعني where are the chips? ماذا عن الشيبسي? هو فين الشيبسي? قالت i don't know. انا مش عارفة. let's look. اتفقنا طبعا. let's دايما بيجي اللي بعدها الفعل في المصدر. ومنساش لما اقول i don't know اسمحها. بقول no اللي هي k-n-o-w. مش no-n-o. عشان الليسنينج. يبقى let's look. يلا ندور. تعالى نشوف. great thanks. دولة جملتين. great. بدأت capital ونهينا بعلامة تعجب. وثانكت بدأت capital ونهينا بالfull stop. ايوة. يا دي مذكرة جديدة. مين اللي بيسأل? انا يامن. مين? يا يامن. يا يامن ايوة يا يامن. دي مذكرة المراجعة يا يامن. ليه جديدة يعني? ايوة. ايوة ده جبتها ولا ما جبتهاش? اصدقاء كان في اسمها ايوة اصدرك وتراحي بلت. طيب يا يامن هي دي مذكرة المراجعة بقول بشرح فيها النهاردة هوت. علشان الناس اللي لسه ما جابت هاش تجيبها وتكمل الواجبات اللي هنعرفها مع بعض النهاردة. تمام. تابع معايا من الصور. يبقى كده راجعنا المحادسة الاولى والمحادسة التانية. بروح للمحادسة التالتة. بقول لتسي جو. اتفقنا دايما لتسي بعدها الفعل في المصدر. لتسي جو تزا سينما. حاجة تانية مهمة في الجملة? اه. وجود حرف الجر قبل ايام الاسبوع. فبقول لتسي جو. حاجة تانية. ان اي يوم من ايام الاسبوع ببدأه بحرف كابتل. يبقى تاني. قلت لتسي جو. لتسي مع ايام الاسبوع كلها. سواء ساتر داي صنديدي سارس داي فراي داي اي يوم. ايام الاسبوع تكتب كابتل. علشان جزئية البنك تويشن. يبقى لتسي جو تزا سينما ان سارس داي. اي رأيكم نروح السينما? يوم الخميس. فردت قالت اي كانت مش هقدر. هوبوت فراي داي. قلنا هوبوت ماذا عن يوم الجمعة? اي رأيكم يبقى الجمعة افضل? فقلنا سوري ايام بيزي. بحفظ الجملة دي على بعضها برضو بتجيلي في الليسننج. سوري ايام بيزي. اسف انا مشغول. از ساتر داي اوكي? هل السبت تمام? السبت موفقكم? السبت مناسب? قلنا نو. طب وطبوت صندي. يبقى انا شفت هنا. هاو ابوت? وشوفنا كمان. ماذا عن? ماذا عن الاحد? رأيكم نروح الحد? شور. تمام بالتأكيد. قلت خلي بالي من بالاس دايما يبدو رائعا. تمام? نروح الحد. محادثة الرابعة. قلنا اللي هي كانت في محطة القطار. لما اقول هنا. الموظف بيقول مي اي هلبي يو. زي كان اي هلبي يو. يبقى ده سؤال. اوله مي. مي اي هلبي يو. قلنا مي او كان اول يجي لي بعدها الفعل في المصدر اللي هو هلبي. وده سؤال يبقى نهيته بالكويتشن مارك. مي اي هلبي يو? اقدر اساعدك اي خدمة? قلت له ياس بليز. ياريت لو سمحت. قلنا ياس كومة. بعدها فلسطوب. انا عاوز اتذكره لاسكندرية. قلنا اليك باسم بلد مدينة او دولة تكتب كابيتل. انا عايز تذكره لاسكندرية. فبقول لها single or return. من الكلمات المهمة عندي. قلنا single معناها ذهاب. وreturn معناها ذهاب وعودة. فقلت له single please. انا عايزها ذهاب فقط لو سمحت. what time does it leave? واتفقنا ان what time بتسوي كلمة win? what time does it leave? متى يغادر? اللي هو مين? القطار. what time does? does it leave? وانا مع الhi والشي والات باسأل بdoes ثم مصدر. what time does it leave? قال لها two forty five. لو بصنا على الساعة اللي موجودة في الصورة هلقيها two forty five. الساعة دلوقتي two forty five. اللي هي quarter to three. تلاتة الا ربعة. please hear me من فضلك اسريعي. عشان تلحق القطر. قلنا يجيب لي الصورة ويقول لي. they are at school. هقول له لا. they are at supermarket. هقول له لا. they are at the train station. في محطة القطر. اه. I can see a train. انا شايف قطر. اه. I can see a taxi. لا. مفيش تاكسيات. I can see a car. مفيش عربيات. تمام? يبقى ازا اخلي بالي من جزئة دي. يقول لي في الساعة مسلا. it's five clock. الساعة خمسة. اقول له لا. غلط. للساعة هنا اتنين وخمسة واربعين دقيقة. يبقى ازا لازم اخلي بالي واستفيد من الصور بالاضافة لجمل المحادثة. المحادثة number five. اللي كانت hospital. في المستشفى. وقلنا كلمة hospital. اقدر اسويها بكلمة تانية اللي هي كلمة clinic. يعني عيادة. what's your address? قلنا كلمة address بمعنى عنوان. عشان اجاوب على كلمة address. بقول له street. شارع كزا. يبقى تحرير street. واحد وتلاتين شارع التحرير. قلنا لما بقول pardon me pardon me معذرة عفوا. هو انت قلت اه? انت قلت ايه? فبقول سيرتي وان تحرير street. واحد وتلاتين شارع التحرير. قل لي بقى how do you spell? قلنا? مهمة في السؤال. ما بقولش what ولا where? انا بقول how do you spell? كيف تتهجى تحرير? انت بتتهجى كلمة تحرير ازاي بتكتبها ازاي عندكم? بقى t-a-h-r-i-r. ده كده اسمه spelling للكلمة لما يديني الحروف. منفصلة كده. ده بتاع الكلمة. يبقى اسمه how do you spell? كيف تتهجى? طيب خلاص شكرا. thank you. have. have a seat. تفضل بالجلوس. تفضل استريح. اقعد. have a seat. ما هيش having ولا has ولا had. اسمه have a seat. تفضل بالجلوس. please من فضلك. برده واقول له thank yous. باجي المحاسة الاخيرة اللي هي كانت في السكول. what are you looking for? اتفقنا وجود am او is او are. يجي لي بعدها ing. زي looking. وقلنا ان looking for او look for. بمعنى يبحث عن. بيدور على حاجة. what are you looking for? انت بتدوري على ايه? فبتقول له my watch. ساعتي. I can't find it. انا مش لقياها. وهنا بيفكرنا بمحاسة الوحدة الاولى. اللي هي I can't find my mom. انا مش لقي ماما. ايب I can't find it. انا مش لقي الساعة. don't worry. لا تقلاقي. I'll help. قلنا I'll يعني I will. وقلنا بعد will be يجي للمصدر. I'll help you look for it. انا هساعدك ندور عليها. اوكي. دي جملة. دي جملة تانية. تمام. شكرا. what color is it? قوليلي. هي لونها ايه? الساعة بتاعتك دي. what color is it? مش what is color? لا اسمها what color is it? ما لونها? ان it's red and blue هي احمر في ازرق او حمر او زرق. ده بالنسبة للمحاسات الاساسية. كان عندي جزئية محاسات اللي هي ريفيوهات. المراجعات. طب هل هي مهمة? ايوة طبعا مهمة. والدليل على كده لما نشوفها في الامتحانات. هيجيب للصور دي كلها. صور المراجعات دي. وبيديني عليها اسئلة true false او اكتب اربع جمل. true false او اكتب اربع جمل. نحاول نفتكرهم يلا مع بعض. الجزئية الاولى بقول pass the pizza please. دي من منهج سنة تالتة. معناها انا واني. البيتزا لو سمحت. فبقول له which one? اي واحدة. انت عايز البيتزا نهين. فبقول له the cheese pizza. البيتزا اللي بتجيبنا. here help yourself يعني تفضل تفضل كل. here help yourself. يبقى خلي بالي من which one? اي واحدة. في الصورة التانية. مراجعتي على المحادسة الاولى. هنا برضو الولد اهوت في السوبر ماركت. بقول what's wrong? ما المشكلة? ما لك حبيبي. I can't find my dad. اصلي المحادسة كانت بقول I can't find my mom. دلوقتي الولد جيب لي صورة بابا. I can't find my dad. انا مش لقي بابا. لا. قل لي what does he look like? هو بابك ده شكله ايه? انه he is tall and thin. he is tall and thin. يبقى برضو اركز وخلي بالي من الجمل والصورة كويس. اروح بعد كده. مراجعة المحادسة التانية. where is? لما كنا هناك كنا بنقول where is the rice? دلوقتي بقول where is the ball? اين الكرة? where is the ball? اين الكرة? بقول it's in the case to the tree. انها بجوار الشجرة. it's in the case to the tree. زي ما كنا بنقول في المحادسة it's in the case to the bread. دلوقتي بقول عن الكرة? it's in the case to the tree. جنب الشجرة. where is the kite? طب فين الطيارة الورق? I don't know. انا مش عارف. let's look. يلا ندور عليها. هيا نبحث. يلا نشوفها فين. يجيب لي الصورة ده هي بالمنظر ده ويقول لي true false عليها. او اكتب جمل. الصورة اللي بعدها. let's have a snack. انا let's have. انا let's دايماً مصدر. و snack بمعنى وجبة خفيفة. و انا نفرق ما بينها وما بين كلمة snake تعبان. let's have a snack. هيا نتناول وجبة خفيفة. sounds good. يبدو رائعاً. انا دايماً اسمها sounds. بالاس. do you want vegetables? انت عايز اخضار? هل تريدين خضار? no i don't. i want fruit. do you want? انه طبعاً في السؤال والاجابة is i do او no i don't. no i don't. i want fruit. انا عايز افاكها مش خضار. الصورتين المهمين جداً واللي بيتكرروا كتير في الامتحان هما دول. الصورة الاولى شكلها كده ليه? دكتور ومريض. في عيادة في كلينيك او في هوسبيتال. بقول له وين do you exercise? وين do you exercise? مراجعة بتاع اليونت الرابع. وين do you exercise? انت بتتضرب امتى? قلنا i exercise in the morning. انا بتضرب في الصباح. عشان لو جايبها لي سؤال ويجابة. وين do you exercise? هقول له i exercise in the morning. بتضرب الصبح. قلنا طبعاً اقدر اقول in the morning, in the afternoon, in the evening, او at night. طيب قللي how do you go to work? how do you go to work? او how do you go to school? بتروح العمل بتاعك ازاي? قال له i go to work by bus. انا بروح الشغل بيه الهتو بيس. ايبا هاو ايجابتها باي? اللي هي how do you go? بقول له by bus, by car, by underground, by اي وسيلة. ما عادة فت طبعاً قلنا on foot. طيب وين? متى? وين do you exercise? بقول اي exercise in the morning او in the afternoon او in the evening. ده بالنسبة للصورة دي. تيجيبها لي true false. يقول له i can see a teacher. اقول له غلط. i can see a nurse. غلط. طب اي can see a doctor. ايوة. i can see a man. شايف راجل. ايوة. they are at school. لا. they are at hospital. اه. they are at the clinic. اه. the man is ill او sick. اه طبعاً اما الله هو عند الدكتور ليه? الصورة بيقول لي اخيرة. بيقول لي what's wrong? ما المشكلة ملك يا ابني? ملك في ايه? قال my ear hurts. واتفقنا اني مع اي ear. my ear. او hand. او leg. او foot. 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 اسم المفرد. بقول هرتس. بيوجعني. بيقلمني. pardon me. ها انت قلت اه? my ear hurts. وداني بتوجعني. oh let's go to the nurse. let's go to the nurse. يلا بينا على الممرضة. جيب لي الصورة ويقول لي true false. they are at hospital. كلام ده غلط. they are at school. ايوة في ال school. انا شايف teacher وشايف بيوبل او بوي. تلميزة هوت. وشايف بورد صبورة. وشايف picture على الول. وشايف ديسك. وشايف بوكس. يبقى هما كده في ال school. تمام? اروح بعد كده لمراجعة المحادثات كتابة. دي كل المحادثات اللي جات عندي في المنهج. مع الناس اللي معها المذكرة. هتلاقي معاك كل محادثة بالرفيو بتاعها المراجعة بتاعتها زي ما قرناهم من الصور دلوقتي. تمام? ده بالنسبة للمحادثات. وقلنا طبعا اهميتها. بعد كده بروح اعمل ريفيو مراجعة على جزئة الورد تايم. اللي هو الدرس التاني في كل يونت. كان عندي ايه في الجزء التاني ده? كان بيقدم لي مجموعة الكلمات المهمة في كل درس. كان بيبقى عندي حوالي تمن او عشر كلمات في كل درس. دي الكلمات الاساسية في الصور. بالصور بتاعتها. ايجيب لي كتن. النقطة صغيرة. بابي. اللي هو كلب او بنقول عليه جروة او كلب صغير. رابت. فش. ترتل. ليزر. كناري. وباروت. ما لهم دول? قلنا دول كلهم اسموهم بيتس. حيوانات اليفة. عندي يقول لي كتن وبابي ورابت ومعهم باروت. اقول له باروت المختلفة لان ده حيوان 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 وده طائر. يبقى لازم ابقى عارف من الانيمال فيه ومن البرد. تمام? يبقى دي جزئية الورد طايم. طب اتضربنا فيها على ايه? على جزئية اي وانت كزا. اي دونت وانت كزا. اي وانت اي دونت وانت قimes. اي واوانت اي اي دونت وانت اناع faces ده مش عاو enhance ده. في اليونت التانى. أخذنا مجموعة المأكلات زي ميت وو باستا. وفش و الباور والسيريال والكاتشاف والاقز والكاتشاب والودياabile عارفة وزي نمو Constable. Cup اقدر الباردو. هكذا تملك. اقول له. ايilton ا passo. بـ نعمل. نعمل او 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 اي دونت. بقول يس هي داز او نو هي دازنت. بعدها اخدنا هاف اسناك. يتناول واجبة خفيفة. يتضرب. يوز اكمبيوتر. بيستخدم الكمبيوتر. بيشاهد الفيديوهات. بيعمل الواجب. بيسمع موسيقى. بينظف. بيغسل العربية وشوفنا صورتها متكررة كتير في الامتحانات. صورة او صورة ووش زكار. تمام? هنا اقدر اقول له I have a snack in the morning. in the evening. at night. تمام? اقدر اقول له I wash the car in the morning. in the afternoon. at night. في اي وقت مش مشكلة. المهم ان انا بركز على جزئية have مع سناك. يوز مع كمبيوتر. ووش مع فيديوز. دو مع هومورك. لسن تو ميوزيك. كلين اب ووش زكار. وبقول له يا اما in the morning. يا in the afternoon. يا in the evening. يا at night. ودي كلها اجابة على وين. متى? بعد كده اخدنا مجموعة الكلمات اللي بتتكلم عن وسائل المواصلات. زي البس والاندر جراوند والايرو بلين او الايرو بلين او البيلين. ايرو بلين. هي ايرو بلين هي بلين. او الترين والكار والتاكسي والفري والبايسكيل او البيك. قلنا طبعا قبل ده كله بستخدم حرف الجرباي. ما عدا كلمة فوت. بستخدم قبلها. او فوت. او فوت. لما قول I go to school by bus. كان سؤالها ايه لما قول I go to school by bus. How do you go to school? how do you go to school? عشان اقول he goes to school by bus. تمام? مدهم لفي الاود وان. مديني باس واندر جراوند واترين ومديني فش. اقول له فش اللي مختلفة. لان دولة اسمهم وسائل مواصلات. اروح بعد كده. خدنا جزئية البارتس وبزبادي اجزاء الجسم. زي اي و ايز. اير و ايرز. فينجر و فينجرز. ني و نيز. ليج وليجز. ارم و ارمز. هاند و هانز. فوت. وقلنا جمعها الشاز ونخلي بنا منها اللي هي فيت. لما كنت بتكلم عن الاي بس بقول له هيرتس. ماي اي هيرتس. ماي اير هيرتس. ماي فينجر هيرتس. ماي نيه هيرتس. انما لما تكلم عن الفيت او الهانز او الارمز او الايز. يعني الجمع بستخدم هيرت بس. بعد كده اخر يونج عندي كان مديني مجموعة اسماء زي جاكت وكاميرا وامبريلا وولت هير براش لانش بوكس. كيز و جلاسز. وسألنا عنهم بوهو جاكت اززز. هوس كاميرا اززز. هوس كيز آر زيز او زوز. وجاوبنا يا مين يا هز يا هيرتس يا اوارس يا يورز يا زيرز. ده بالنسبة لجزئية الورد تايم. جزئيات الجرامر اللي عدت عندي في المنهج كله. في اول كنت بتعلم اكتب جملة. اكتب جملة. باستخدام وانت او دونت وانت. باستخدام وانتس او دازنت وانت. يبقى من هنا بتعلم كتابة الجمل. من ناحية تانية بتعلم الاختياري. اي وانت افش. انا عاوز سمكة. اي دونت وانت ارابت. انا مش عاوز الارنب. ده بالنسبة الاي والوي واليو والزي. بقول اي وانت. وي وانت. يو وانت. زي وانت. وفي النفيو دونت وانت. طيب مع اله والشي والات. قلت باستخدم وانتس. يبقى هي وانتس افش. هي دازنت وانت ارابت. واتفاق انا طالما قلت دونت او دازنت. بعدها وانت. يعني الفعل في المصدر. بعد كده في يونت تو. قلنا. نفس الجزئية بس في شكل سؤال. دو يو وانت ايجز. عشان اقول يس اي دو. او نو اي دونت. دات شي وانت. داز شي وانت. عشان اقول يس شي داز او نو شي دازنت. يبقى اتفاقنا. وجود دو او داز او دونت او دازنت. بعدها الفعل في المصدر اللي هو عندي هنا. وانت. بعدها اخدنا السؤال بوين. وين دو يو اكسرسايز. انت بتتدرب امتى? عشان اقول له اي اكسرسايز. وين دو يو. عشان اقول له اي. يو. بقت اي. طيب زي. هدي بقى زي. يبقى وين دو يو اكسرسايز. متى تتدرب او تتمرن. بقول اي. اكسرسايز in the morning. in the afternoon. in the evening. او اتناي. او اتناي. طيب وين داز اي اكسرسايز. ويتفاقنا ودو او داز ده مصدر. دو او داز مصدر. متقولش بقت هنا عندي هي بقى اكسرسايز. لا. انا عندي دو او داز يبقى اكسرسايز. هاف بلاي. جو. سليب. مصدر. باول هي اكسرسايز. الا امال استخدمت الاس هنا ليه? لان انا ما عنديش في الجملة لا دو ولا داز ولا ضنت ولا دازنت. يبقى انا باول هي اكسرسايز. اي اكسرسايز. انما هي اكسرسايز. امتى برضو اين ذا? او 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 ما فيش مشكلة. المهم ان انا بقى عارف قبل فترات اليوم التلاتة ان كلمة يجاول يجي لقبلها ات وده كله باسأل عنو بوين يا يامن. اروح بعد كده مديني تدريب على المجموعة الاحفعال. لو انا قلت يجي لبعدها هاف يوز دو كلين اكسرسايز. ووتش. اسرسيا. إنما لو بقول هنا هوت في الإجابة بقول مع الهي والشي والإت بستخدم has أو uses أو does أو cleans أو exercises أو watches أو listens أو washes مع الهي والشي والإت بستخدم الإس أو الإي إس When do you do homework? I do homework. When does he do homework? He does homework. He does homework. وهنا does فعلة أساسي بمعنى بيعمل الواجب بعد كده روحنا لجزئية المواصلات عشان أسأل عن وسيلة المواصلات اللي بتستخدمها للوصول لأي مكان زي school أو work بقول how do you go to work? أو to school. How do they? How do we? How do they go to school? هما بيروحوا المدرسة إزاي? بقول they go to school by bus. أو they go to work by bus. طب how does she? وإنا مع الهي والشي والإت دائماً بس ألبي does. How does she go to work? هي بتروح الwork إزاي؟ قلنا she goes. She goes to school أو to work by bus. يبقى how في السؤال عندي buy ووسيلة مواصلات أو كلمة on foot. بسأل مع الجامعة قلنا بيدو إنما مع المفرد بسأل بdoes. عشان أجاوب قلت I go, we go, you go, they go. إنما هي جوز. هي جوز. علي جوز. هيبا جوز. باي كازا. باي كازا. إجابة على how? إن وفترة يوم أو at. إجابة على when? نخلي بدنا من الاتنين دول كويس. بعد كده أخدنا جزئية parts of the body. أجزاء الجسم عشان أقول له my foot hurtes. my foot hurtes. تمام? my foot hurtes. your foot hurtes. his foot hurtes. يبقى كلمة foot مفرد. زي leg hurtes. eye hurtes. hand hurtes. إنما لما أقول feet. my feet hurt. my feet hurt. my feet hurt. تمام? my feet hurt. my eyes hurt. my legs hurt. مع الجامعة. hurt. تمام؟ يبقى my foot hurtes. إنما your feet hurt. هرت. هروح بعد كده لآخر جزئية في الجرامر. السؤال بهوز. اتفقنا إن هوز معناها ملك من. حاجة من ديت. علشان أسأل عنها في ترتيب الجملة. اتفقنا طبعا إن أنا بقول هوز. وإسم الحاجة اللي بأسأل عن ملكيتها. زي الكاميرا. يبقى ما أقولش هوز إيز. لا. هز كاميرا. هز جاكت. هز كيز. هز جلاسيز. طب في فرق ما بين الكاميرا والكيز أو الكاميرا والجلاسيز. آه. إن كاميرا يبقى إز. جلاسيز يبقى آر. أو كيز يبقى آر. هز كاميرا إز. إز عايزة يزيز يزات يا إت. تقوي كيز. قلنا يزيز يزوز. هز كاميرا إز. بقول إتس ماين إنها ملكي. إتس يورز دي بتاعتك. إتس هز بتاعته. إتس هيرز بتاعتها. زيرز بتاعتهم. أورز بتاعتنا كلنا. هز كيز آر زيز أو آر زوز أو آر زي. قلنا بنحوض عنهم في الإجابة بزي آر. زي آر ماين يعني ملكي. زي آر يورز ملكك أو ملككم. زي آر هز ملكه أو ملكها. ملكه هو. زي آر هيرز ملكها. زي آر زيرز ملكهم. زي آر آورز ملكنا. دي الصفحة دي كده كل الجرامر اللي عد علينا في الطي. بروح بعد كده لجزئية الفونيكس هي مهمة. طبعا. الفونيكس اللي بتعلم منها أخطار الشورت واللونج. اول سؤال استماع عندي. كلمات الشورت واللونج. ده واحد اتنين. يجيب لي صورة ويقول لي اكتب عنها اربع جمل. من الصور بتاعت الشورت اي وعادي. مفيش اي مشكلة. تمام؟ مديني اول مجموعة عندي في اليونت الاول. باج ران اب. اتفقنا دولة يا يحي يا دولة اسمهم شورت. اهم ما فهمش اي ولا اي حاجة في الاخر. يبقى دولة شورت. انما لما قلوا بلو. جلو. تون. اه. ده انا عندي اي اي اي. دولة اسمهم لونج. اليو لونج. اليو لونج. اليو الطويلة. اروح للمجموعة التانية. مديني. الي هي الشورت باول برضو. الاي. زي كات. او بن او بوكس او جم. دولة كلهم شورت. كلمات قصيرة. انما لما قلوا كيك. بي. باي. باي. بايك. هوم. هوم. لوت. لوت. اه. اتفقنا عندي اي. ساكن اي او اي اي او اي ساكن اي او او ساكن اي او يو ساكن اي. يعني في حرف اليو وحرف ساكن ثم اي اللي مش بنطقها. و او ثم ساكن ثم اي اللي مش بنطقها. واي ثم ساكن ثم اي اللي مش بنطقها. واي ثم ساكن ثم اي اللي مش بنطقها. واي ثم ساكن ثم اي اللي مش بنطقها. ولكن اسمها لونج. الكلمة اللي بتنتهي بالاي عندي اسمها كلمة لونج. ماليش دعوة بها في الليسنينج كلمة لونج ماليش دعوة بيها طالما اخيرها ايه يبقى مشتبعا انا عايز الشورت زي كات الشورت زي بين الشورت زي بوكس الشورت زي جم تمام المجموعة اللي بعد كده اداني حاجة اسمها اللي هي السواكن او الحروف السكنة زي البهو البهو الجهو الكهو المهو كلمات عادية خالص ما فياش اي مشكلة هي حفظه مش اكتر زي بوبكورن بيرد جم كي ميت نيرس دور تيب هورس ويندو فيش فيت سينج زيرو جاكت يويو لج رابت كيك كوين دك سيكس كلمات حفظ ومعرفتهم بالصور مش اكتر من كده ان انا اقول له تروة ولا فولس عليها بعد كده اداتنا سكرة مجموعة الشه زي الشه اللي هي الشين ومجموعة السي اتش او التي سي اتش اللي بانطها تشاه زي تشيكن كيتشن فيش بيجيب لي الحاجات ديفين بيجيبها في جزئية الليسنينج اسمع واكتب الكلمة وانت سمعت تشيكن ولا سمعت فيش ولا سمعت ووتش ولا سمعت شيل يبقى عند تشا زي تشيكن كيتشن بيتش بيتش ليخوخة ووتش ساعة يد وعندي نفس الكلمة بنفس اللي سبيلنج فعل بمعنى يشاهد فش سمكة او يصطاد ويشل اللي هي القوقع او الصدف. عندي بعد كده الفويزد ثه او الفويسلس ثه. يعني ايه? الفويزد اللي انا بنتها زه. 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 والفويسلس اللي بنتها ثه. ثه. يبقى عندي تي اتش بننتها ذا. ذا. وعندي تي اتش بننتها ثه. زي ماذر. ذات. ذيس. باث. بانيو. ثرستي. عشان ثرث دي يوم الخميس. تمام? عندي بعد كده اخر حاجة خدناها اللي هي فاينال واي. الواي اللي في نهاية الكلمة اللي بننتها زي الاي او زي الاي. زي الاي. او زي الاي. زي جولاي. شاي. سكاي. اي. دولات لونج. التلاتة اللي فوق دولات لونج. انما لما اقوله بايبي شورت. كاندي شورت. بارتي شورت. تمام يا حلوين? واهم الجمل اللي كانت عندي على الجزئية دي. انا اجيبها لكهيت في شكل جمل. اهم الجمل. اهم الجمل. اللي من اول. زي باق زي ران. اون زي راقز. زي داك.